اكدت عائلة المدفع ولاءها المطلق وموقفها الراسخ خلف القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى أهل خليفة ملك البلاد المفدى أيده الله ورعاه وتأييدها التام لكل ما تتخذه مملكة البحرين من إجراءات ردا على المحاولات المغرضة التي تتبناها دولة قطر المارقة لتقويض الوحدة الوطنية والإساءة لما تحقق من منجزات في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى وشددت عائلة المدفع في بيان على أن ما يمارسه إعلام النظام القطري المارق من هجمات خبيثة تستهدف أمنى واستقرار مملكة البحرين ووحدة دول وشعوب منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعكس سلاخ النظام القطري عن محيطه الخليجي والعربي وارتمائه في أحضان أعداء الأمة ما ينبئ بمزيد من العزلة لهذا النظام وإجنداته المسيئة التي تلقي بظلالها على الشعب القطري الشقيق المتضرر الأول جراء سياسات نظامه المارق وأكدت العائلة في بيانها أن هوس النظام القطري باستهداف أمن محيطه هو نتاج طبيعي للعقدة التاريخية التي يعاني منها والتي لن تتحقق مآربها في ظل وعي الشعب البحريني الوفي ووحدته والتفافه حول قيادته الحكيمة وجددت عائلة المدفع التأكيد على ثبات موقفها ورسوخه خلف القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى رعاه الله مثمنة المواقف المشرفة لشعب البحرين المخلص بمختلف طوائفه ومكوناته والذي أثبت على مر التاريخ أنه أكبر من كل المحاولات اليائسة والهجمات الخبيثة التي لن تزيده إلا إصرارا على المضي قدما في مسيرة الخير والنماء التي يقودها جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ترجمة نانسي قنقر